أهلا بكم في بلا قيود نستضيف في هذه الحلقة وزير داخلية بلد عربي يستوعب رغم صغر حجمه أكبر عدد للاجئين وكأنه يحتاج إلى مزيد من الأزمات فمن فراغ الرئاسي إلى مواجهات داخلية وأخيرا ما قد يعده البعض شقاقا مع الجامعة العربية أسأل وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن الأزمات الأمنية التي تواجه لبنان في ظل القطيعة مع السعودية وإيقاف المساعدات المالية وكيف يرى أنه مع الإجماع العربي في ظل تحفظه على مقررات الجامع العربية في اعتبار حزب الله منظمة إرهابية وهل أدرك تيار المستقبل أن الحوار مع حزب الله هو السبيل لحل أزمات لبنان الداخلية وبالأخص بعد أن شغلت داعمون دوليون كالسعودية والولايات المتحدة بأزمات المنطقة الأعمق والأشد كالصراع في سوريا وهل أن تحالف الرابع عشر من أذار تشتت بعد أن تناقضت رؤاه ومصالح مكوناته علي الوزير أهلا وسهلا بك في بلا قيود على شاشة بي بي سي أهلا بك الزياراتكم الرسمية إلى لندن تتعلق على حسب مفاهمنا بتنسيق واستشارة بخصوص الثغرات الأمنية في مطار بيروت وكذلك بحالة الفراغ الرئاسي والقطيع مع السعودية بحسب بعض التصريحات الصحفية من هنا وهناك بأيها نبدأ؟ أولا ليس هناك منقطيع مع السعودية التعبير غير دقيق هناك قرار من السعودية بوقف الهبة التي كانت مقررة لجيش اللبناني وقوى الأمن الداخل أما مسألة العلاقات السعودية اللبنانية فلا تزال على حالة والسفارة الموجودة في لبنان لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك بعض الضباب في العلاقة بسبب القرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون بالمواجهة مع السياسة الإيرانية في المنطقة وبطبيعة الحال على رأسها حزب الله أعتقد أن الأمور ليست سلبية بالشكل الذي تظهر به الآن هناك بعض التحسينات البسيطة في مسئلة العلاقة بين البلدين وهناك مساعي عربي وخاصة من دولة الكويت ومساعي دولية لوضع الأمور في النصابة بالعلاقة بين البلدين وعدم تدخيل الأمور وكأن الشعب اللبناني كله يوافق على سياسة حزب الله بيان السعودية كان بيان شديد اللهجة تعلق بلبنان كله وليس فقط بحزب الله أفهم من ذلك أن الزيارة الرسمية للندن خصوصا بعد بيان المشترك الذي صدر اليوم له علاقة بوساطة مثلا بين لندن وبين السعودية ولبنان لا أبدا هم عبروا عن موقفهم بطريقة مختلفة عندما تقوم الحكومة البريطانية بتخصيص مبلغ من المال هو 13 مليون باوند إنجليزي لقوى الأمن الداخلي فهذه رسالة إلى الجميع بأن الحكومة البريطانية تدعم القوى الأمنية اللبنانية على مختلف أشكال ستراشة بالموضوع السعودية أو بالموضوع دول مجلس التعاون المشكلة ليس بوقف الهبة المشكلة هي بمسألة استعادة الثقة بين لبنان وبين دول مجلس التعاون الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني يقومون بواجباتهم دفاعا عن لبنان ودفاعا عن حدوده ودفاعا في وجه الإرهاب وهم شركاء في الحرب الدولية التي تجري في كل مكان في مواجهة الإرهاب ولكن مسألة إعادة الثقة تحتاج إلى توضيحات تحتاج إلى تفاهم أكثر من دول مجلس التعاون للوضع اللبناني وخصوصيته أنت لا تستطيع أن تترك لبنان 15 سنة تحت الوصاية السورية بموافق عربيين ومن ثم تترك لبنان 15 سنة أخرى تحت الوصاية الإيرانية وتفاجأ بأن هناك موقفا لبنانيا لا يناسب الموقف العربي الطبيعي أنا واحد من الناس الذين فرحوا بالقرار العربي بمواجهة السياسة الإيرانية في المنطقة بعد عشرات سنوات من ترك الأمور على حالها ولكن بمقدمة حضرتك استعملتي أنه في مخالفي بتحفظي على أنا لم أتحفظ في الجامعة العربية أنا لم أكن في الجامعة العربية لأن القضية تخطط مسألة مجلس التعاون قضية وصلت إلى الجامعة العربية أنا لم أكن في الجامعة العربية لكن هناك انتقاد وجه لحضرتك حتى من الداخل اللبناني على أنك تخفظت على وصف حزب الله بكونه إرهابيا في مؤتمر وزارة الداخلية العرب في تونس لكن كانت لك تحفظات على هذه الصفة أو هذا التوصيف الرسمي من الجامعة العربية المسألة واحد تخطت مجلس التعاون اثنين حضرتك قلت أنك مع الإجماع العربي أنا لم أتحفظ على أي أمل يتعلق بالجامعة العربية وأنك مختلف مهو الاجتماع كان صوت الجامعة العربية لا مؤتمر وزارة الداخلية العرب ليس جزءا من منظومة الجامعة العربية بشكل مباشر ما حدث في مؤتمر وزارة الداخلية العرب يعني هو قرأة الرسالة من آخرة أنا بصفتي ممثل الحكومة اللبنانية وفقت على كل المقررات وكل الإدانات ما عدا كلمة واحدة تتعلق بوصف حزب الله بالإرهابي لأنه عمليا إذا أنا وفقت على هذه الكلمة فأنا أمام أمرين إما أن أخرج من الاجتماع وأعلن استقالتي من الحكومة اللبنانية لأن الحكومة اللبنانية أتلافية وموجود فيها ممثلين لحزب الله وكذلك في مجلس النواب اللبناني هناك نواب منتخبين وأما بطبيعة وظيفتي مما أن هناك إرهابيين في الحكومة فيجب أن أرسل الأمن القبض عليهم وهذا أمر غير منطقي يعني مدامة هناك حكومة إتلافية نحن نعتبر وجود حزب الله داخل لبنان داخل لبنان شرعي ومنتخب أما كل الأدوار التي يقوم بها حزب الله خارج لبنان فهي أعمال إرهابية كيف هذا الموقف مختلف عن موقف فوزير الخارجية السابق يعني سابقا موقفه سابقا جبران بسي صح صح يا ست رشا في خلط كثير بهذا الأمر ما حدث في القاهرة أنه كان هناك إجماعا عربيا لبنان لم يخالف منذ نشوء الجامعة العربي الإجماع العربي في تونس لم يكن هناك إجماع عربي لبنان كان الدولة الثانية التي تحفظت على كلمة واحدة في الوقت الذي بدأ فيه العراق بالتحفظ على كامل المقررات وبالتالي لم يكن هناك إجماع ما قلته قبل ذلك وما أكدت عليه وما أعود وأؤكد عليه الآن نحن لا نخالف الإجماع العربي لأن الإجماع العربي مخالف الإجماع العربي تعرض عروض عروبة لبنان والخطر وهذه العروبة في لبنان كلفت الكثير من الدماء وكلفت كثير من الحروب حتى استطعنا أن نجعل من لبنان دولة عربية كاملة الهوية والصفة لذلك لا يوجد أوجه تشابه ما حدث في القاهرة هو النائب النفس عن كل المقررات وهو عن كل المقررات التي أقرت بإجماع الدول العربية ما حدث في تونس هو اعتراض على كلمة واحدة لها علاقة بالحفاظ على آخر مؤسسة دستورية عاملة في لبنان هي الحكومة اللبنانية لأن الخيار الآخر أن تقر هذا البند وتخرج من الحكومة لا تستطيع أن تجلس مع إرهابيين تصفهم أنت بأنهم إرهابيين بداخل الحكومي وداخل مجلس وزراء إنما الأهم الذي أود أن أكرره وأؤكد عليه في القاهرة كان هناك إجماع عربي خلفه الموقف اللبناني في تونس لم يكن هناك إجماع عربي وأنا أقول الآن لو كان هناك إجماع عربي في تونس لم أتحفظ على أي أهم النتيجة إن هناك وزراء استقالوا من الحكومة ومن طياركم طبعا أشرف ريفي هو مثال على ذلك لكن أنتم ولا استقلتم ولا كان لكم موقف من وجهة نظر منتقديكم يعني حاز إلى الطيار ولا هو موقف يفتح حوارا يصل إلى نتيجة مع حزب الله والنتيجة إنكم متهمون بأنكم تمسكون العاصم من الوسط ولا تصلون إلى نتائج نحن نمسك الوطنية من الوسط ونمسك بالاستباع بالأمن والأمان في لبنان نحن في منطقة مليئة بالحرائق وليس مطلوبا أن نضيف لبنان إلى إحاد هذه الدول التي تنتقل إلى حروب أهلية أو إلى مواجهات مذهبية أو إلى حرائق هل بات ذلك ممكن سعادة الوزير في منطقة الفرز فيها بات واضحا ولبنان سبق المنطقة برماتها في قضية الفرز والاستقرار تجربة حتى الآن منذ خمس سنوات حتى الآن نجحت بالحد الأدنى من الاستقرار السياسي وبحد كبير من الاستقرار الأمني يعني إلى الحريق السوري فبطبيعة الحال نحن لن نوافق ولا نفعل ذلك بصراحة لا يزال لدى لبنان الخيار أن يدخل أو لا يدخل في الحريق السوري بعد تدخل حزب الله تدخل حزب الله أمر مدان ونحن واجهنا وأدنا في كل المناسبات وفي كل المحافل وحتى داخل مجلس زراء وداخل الحوار ولكن نحن يعني ما نحاول أن نفعله أن نبقي على آخر هذه المؤسسات في لبنان حية ترزق قادرة على التعامل مع الحرائق المحيطة بها بحد معقول من الأمن والأمان أسهل الأمر أن تقول أنني لا أريد وتستقيل من كل المؤسسات التي تشارك بها وأنا كنت أول من دعا إلى الاستقالي ولكني مصر أن هذا الأمل يجب أن يكون جماعيا وليس فرديا أسهل شيء أنك أنت تظهر تقول أنا مستقيل ولكن أنت تمثل تيار سياسي وهذا تيار سياسي ملتزم بالحوار وملتزم بالمشاركة بالحكومة لكن حتى تيار المستقبل معني الوزير تيار يوصف الآن بأنه تيار مفكك على الرغم من كل تصريحات الآتية من داخله بأن الطيار لا يزال بخير لكن حتى انتخابات القادمة في مايو أيار ينظر إليها انتخابات الجزئية ينظر إليها على أنها اختبار حقيقي البلدية القادمة لكنها انتخابات جزئية لكن ينظر إليها على أنها اختبار حقيقي لمدى صلادة التيار الذي لننتظر النتائج سيكون الجواب في نتائج الانتخابات وسنرى أن ليس هناك من تيار مفكك وليس هناك من تيار متماسك مئة بالمئة ستكون صريح بالأزمات السياسية الكبرى بطبيعة الحال كل التيارات السياسية تصاب بهالذات لأن أنت خياراتك محدودة ودايما نحن نعرف أن نحن أخذين خيار غير شعبي بمعنى أن لا يتسبب بشعبية كبرى ولكن القرار بهذا الخيار هو القرار بالتصرف بمسؤولية والحفاظ على ما تبقى من لبنان بظل تفكك وخراب المنطقة المحيطة إذا كان الأمر المتعلق بالانتخابات سأكد أن النتائج لن تكون عنواناً لأي تفكك ولكن أهم شيء أريد أن أقول أن الخطات السياسية الكبرى تسبب بخلط الأوراق ونقاشات طيار المستقبل ليس تيار حديدي ليس تنظيم حديدي هو تيار ليبرالي كل الناس فيها تعبر عن أراء وتناقش وتجد أن هذا أفضل أو ذاك أفضل القرار الآن هو الاستمرار في الحوار والاستمرار في المشاركة في الحكومة حفاظاً على لبنان وليس حفاظاً على شعبية طيار المستقبل أو حفاظاً لكن المعطيات أمام الطيار القائمة حالياً شقاق أو سجال مع السعودية حتى إذا كنت لا ترى أن هناك قطيعة قرارات منفردة عسكرية لحزب الله فراغ رئاسي مجلس نواب مدد له مرتين قرارات داخل الطيار منفردة لبعض القطاعات أو حتى للشخصيات المستقلة مشاركة في الحكومة عدم مشاركة في الحكومة هذا لا يعني أنه فقط خطات يمر بها الطيار هذا يعني أن الطيار فعلياً منقسم على ذاته في قرارات مصيرية قرارات سياسية ليس هناك من انقسام داخل الطيار على ذاته هناك حوار ونقاش دائم حول كل الأمور أعود وأكرر خياراتنا ليست شعبية خياراتنا هي خيارات مسؤولة لحفظ لبنان في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وسط حرائخ محيطة فينا من كل جانب الخيار الأسهل أنك تقول أنا مش عاوز لا أقبل بهذا ولا بذاك ولا اخترعنا صيغة ربط النزاع مش لأنها صيغة شعبية مرة أخرى لأنها الصيغة تحفظ لبنان في هذه المرحلة الخطرة التي تتغير فيها خرائط والتي تتغير فيها قيادات والتي تجري فيها حروب يعني لا يمكن انتظار من لبنان أن يتصرف على قاعدة لأن غماس في مثل هذه الحرب أو في مثل هذا الحريق تانيا بمسألة العلاقة العلاقات اللبنانية السعودية أنا لا أزال أصر أن هناك يعني نواحي إيجابية ستظهر قريبا من العلاقات بين البلدين ليس هناك من قطيعة وليس هناك من مواجهة والسعودين يعرفون تماما موقفنا لأن تاريخنا السياسي لم يبدأ اليوم ولم يبدأ مع القرار السعودي هناك تاريخ سياسي طويل عريض عمره عشرات سنوات نحن يعني ندفع يقتل مننا شهداء في العشر سنوات الأخيرة على الأقل مرتين في السنة طيب لا يستطيع أحد أن يقرر يوم السبت أن هناك قرارا يتعلق بالمواجهة في لبنان وينتظر مننا أن يكون يوم الأثنين جاهزين وحاضرين وداخلين على ذكر المواجهات في لبنان الغور الأخير بتحالف القوات مع طيار الحر ممثلا في الترشيحات أو التجاذبات السياسية فيما تعلق بترشيحات الرئاسة تعتقد أن ذلك أو يرى البعض يجعلكم تتنافسون أنت وشخصيات أخرى على فكرة الرجل الثاني في الطيار لا أعتقد أن هناك تراتبية بالمعنى بالطيار ولا علاقة لهذا الأمر كثيرون يكتبون لا أعرف بس أنا ما موافق على هذا الأمر لا أعرف إذا كنت قبل رابع أو سير ثاني أو ثالث لا أعتقد أن كل واحد مننا يقوم يدوره بصرف النظر عن المراتب بالمناسبة أنا لست عضوا تنظيميا في طيار المستقبل أنا عضو في كتلة النواب وممثل في الحكومة ولكن تنظيميا أنا لست من الذين يعني يعملون داخل الحزب حتى بعد استقالة الوزير أشرف ريفي وزير أشرف ريفي استقال لسبب يتعلق يعني سبب يتعلق بنقل محاكمة الوزير السابق المجرم مشيل السماحة إلى المجلس العدلي وبصراحة أنا ما كنت موافق على مسألة المجلس العدلي وأبلغته بذلك لأن المجلس العدلي مثل الليجان مثل مقابر الليجان تذهب إليه القضية ولا تعود زائد أن وزير ريفي أيضا ليس عضوا تنظيميا في تيار المستقبل إنما الأمر لا يتعلق بالمنافسة الآن الأمر يتعلق بمدى قدرتك على حفظ لبنان وصونه من الحرائق المحيطة به ما في شيء ما في منصب شاغر مطلوب ملء يعني كل المناصب منتلئة الحمد لله بكل الناس اللي فيها وما بعتقد أن هذه المسألة مطروحة جديا ربما مطروحة بالإعلام لأن مين الأول ومين التاني ومين المرشح للتاني أعتقد فيها شوية مبالغة أنا سأقع على حضرتك جزء من تحليل واخبرني ما رأيك البعض يقول أن بين مزدوجين سعد الحريري يعي أن حضوضه حاليا بالعودة إلى الحكم شبه معدومة إذا لم يكن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون رئيسا للجمهورية علما بأن حزب الله يصر كذلك على عدم الجزم بمسألة تبوء الحريري لرئاسة الحكومة حتى لو وصل عون إلى سدة الرئاسة وهذا يدفع بحضرتك إلى شعبية أكبر في حال غياب بعض الشخصيات من بينها أشرف ريفي إيد علاء الدار يعني وجود أشرف أو عدم وجوده ما له علاءة باللي أتفضلي فيه لأنه نحن مطلوب منه ننتخب رئيس جمهورية مش نختار رئيس حكومة هناك رئيس حكومة الآن المنصب الشاغر الآن هو رئاسة الجمهورية التحالفات سيد نهاد التحالفات يا سيد رشاد التحالفات بين مين ومين تحالف الذي قام المصالحة المسيحية التي قامت بين العماد عون وبين القوات اللبنانية لن تسهل انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي الموقع لا يزال شاغر نحن نتحدث الآن يعني حضرتك عم تقري نص له علاقة بما بعد انتخاب رئيس الجمهورية لسه بدري قوي على الكلام يعني منا مطروحة الأمور هيك فعلا فيها شيء من التخيلات يعني المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة كأكثرية نيابية حتى بالوضع الحالي هو الرئيس سعد الحريري وفلان يقرر عنه وفلان يسمح له وفلان يمنعه أعتقد فيها كثير من التخيلات بهذا بواقع منصبكم هناك قضيتان سريع نريد أن أطرحه قضية سجن رومي لأنه حينما يبحث المرء حتى على جوجل أو على مواقع التواصل الاجتماعي عن سجن رومي دائما ما يخرج إلينا هو اسألوا المشنوق إذا فيه نترات بالسجن الحديث عن أنه ربما هناك فيديوهات لضخايا التعذيب في السجن هناك مفتي لبنان الذي طالبكم بمحاسبة مرتكبي وقائع التعذيب هل هناك أحكام عرفية في سجن رومي مع الوزير لا أبدا هذا كلام قديم كثير نحن سبق وقمنا بعملية أمنية أنهينا سيطرة التطرف الإسلامي على السجن وأصبح السجن يدار من قبل الضباط المسؤولين عنه بسلاسة ودون مشاكل جدية حتى الآن كانت المشكلة متروكة لمدة سنوات والسجن متروك لإدارة الراديكاليين أو التكفيريين الإسلاميين الآن عادي السجن لوضعه الطبيعي ما في عندنا نحن لبنان كله ما عنده أنظمة حديدية لا بالسجن ولا بالحكومة ولا بالتيار كل الأشياء فيه متحركة كذلك انتقلتم للتعامل المفرد في القوة مع المتظاهرين في أزمة المفايات التي لا تزال متواصلة بصراحة التعامل المفرد بالقوة تم لليلة واحدة من أصل 30 ليلة وهذه الليلة لم أكن فيها في لبنان وعدت إلى لبنان واتخذت كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأمر وتمت معاقبة ضباط وعسكريين على تصرفهم بهذا الأمر ولكن تعرفة زي اللي يشوف من الشارع كامل كله مباني جميلة مبنى واحد محروق فلا يرى إلا هذا المبنى استمرت المظاهرات لمدة أشهر بموضوع النفايات وبغير موضوع النفايات وما تعرضوا المتظاهرين لأي مضايقة جدية مرة الوحيدة التي تم في هذا الأمر هو بيوم كنت فيه أنا موجود في اليونان وعرفت متأخرا مكان تليفوني معي عرفت متأخرا جدا بما يحدث وعدت بنفس الليلي واتخذنا كل الإجراءات التي أعادت الأمور إلى نصابة بشكل طبيعي على شاشة بي بي سي وزير الاتصالات اللبناني كان على أحد برامجنا وتحدث عن مطالب القضاء على شبكات الإنترنت في لبنان غير الشرعية وتحدث عن جهات رسمية أخرى في لبنان ربما هي مسؤولة خارج دائرة اختصاصه عن هذا الأمر تعتقد أن الداخلية لها علاقة؟ لا طبعا أكيد وزارة الداخلية لها علاقة لها من الأمر على الإطلاق ولكن أنا لست مطلعا بشكل مباشر أعتقد أن هذه واحدة من الفضائح التي يجري تطخيمها بشكل غير طبيعي أكيد هناك شركات أو أكثر تقوم بشكل غير قانوني وبدون ترخيص ببيع خدمات الإنترنت أكثر من ذلك كل ما يقال غير ذلك يحتاج إلى تدقيق لست الآن في موقع ولا على الطلع كافي للنقاش حول هذا الموضوع سيد مهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني شكرا جزيلا على وجودك معنا في بلا قيود على الشاشة بي بي سي شكرا لك شكرا اشتركوا في القناة